رحلاته شيقة وجميلة وتتعمل فيلم يعني كلمنا عن بقى بداياته ودراسته وتغييره من دراسة لدراسة احكي لنا عن بدايات الفنان علي الشريف هو يعني البدايات زي أي حد احنا من منطقة اسمها متعقبة اللي هي فيه نادي الزمالك دلوقتي فهو اتولد في متعقبة ونشأ في متعقبة لما كبر شوية حوالي 17 سنة كان زمال كاوي تفتكر؟ كان زمال كاوي تفتكر سنة طب هاي اللي هو يعني يوم ينتمي للمنطقة جدا تحية بقى لكل أهالي متعقبة لبنشفونه دلوقتي ففي فترة انتقل من المتعقبة قعد مع أصحابه في الجيزة قعد فترة لحد ما اعتقل يعني دخلت كلية وبعدين اعتقل لا ما تاخدناش في الكلام ثانية واحدة هو الاول كانت دراسته ايه؟ كليت ايه؟ كان الاول دخل كلية بعد ما اخد توجهية اسمها توجهية مش سروية عامة ايه؟ بعد ما اخد توجهية دخل كلية هندسة ساب كلية هندسة لانها العمل بتاعها كتير جدا فده يشغله عن ممارسة العمل السياسي ودخل كلية التجارة الفترة دي كانت فترة خمسينات ستينت مش كده؟ دي خمسينات خمسينات اه او اخر الخمسينات او اخر الخمسينات كويس في تانية كلية التجارة وهو في تانية كلية التجارة اعتقل سياسيا يعني كانت حمل اعتقلات كبيرة كده فاعتقل من سنة 58 لحد سنة 64 ست سنين طبعا ست سنين دي نقطة تحول كبيرة جدا غيرت مصار حياته طبعا المعتقل نفسه غير مصار حياته يعني في المعتقل اكتشف معتقدات تانية صحيح مختلفة عن اللي اتعلمه قبل كده واثرت عليه في المستقبل يعني كان من ضمن الحاجات في المعتقل انهم عملوا مسرح بنوا مسرح على ايديهم لانهم كانوا معتقلين في المعتقل اسم الوحات الوحات كانوا سايبين البيمان مفتوحة اللي عايز يهرب يهرب بس عايز يهرب يروح فين المسكين يعني صحرا عايز يروح في الصحرا مش عايز يلاقي اي حاجة تنقذه فعاي مول يعني نقدر نقول ان هو في المعتقل في فترة الاعتقال السياسي بتاعه اكتشف موهبة التمثيل جواه في فترة المعتقل لما بنوا المسرح كان مجموعة من المثقفين كتير جدا منهم اللي بيكتب مسرحيات واللي بيقلف واللي بيكتب شعر كان من ضمنهم مثلا عام حسن فؤاد عام فؤاد حداد عام عام سعودي محمود أمين العالم مثقفين كتير جدا فكانت المسألة لما شلة ثقافية كده تحب القعدة فيها فكانوا بيعملوا مسرحيات وطبعا ادوار النسائية مفيش ستات مثل فكان اللي بيتقدم على الادوار النسائية كان أبويا بالملامح الصعبة كان هو اللي بيقول لهم أنا أعمل يعني هو اللي بيعرض كمان أنه يعمل الدور ده هو اللي حكالك بقى الفترة دي من حياته هو حكالي شوية حاجات وأنا قعدت أجمع من أصدقاء وشوية حاجات يعني أنا والدي مات وانا عندي خمس شهر سنة هو مات تقريبا عنه ستة وخمسين سنة مات عنده تلاتة وخمسين سنة تلاتة وخمسين سنة بداية الخمسين أو مش كبير قوي أنا لا يرحم فعلى التجمع كده عنه أعرف حيات الموتقل لأنهم ما بيحبوش يتكلموا عنها كتير فترة فترة ضلمة شوية فحتى لما بيكتبوا مذكراتهم بيحاولوا أنهم يتناسوا الفترة دي المهم هو خرج من طب لما قالك بقى أنه كان بيبقى عايز يعمل الدور النسائي مع أنه هو صوته ملامح وشه طب ليه كان من باب الكوميديا مثلا هو عايز يعملها لا من باب الصعوبة الصعوبة أوكي هذا بيتحدى نفسه بالضبط كده